في الفيديو ده هنتعلم ازاي نصلح الويندوز لو حصل تلف او عطل فيه اي ملفة او اي ميزة من مميزات الويندوز بسهولة للمبتدئين طبعا اسباب ان يحصل تلف لملفات نظام ويندوز كتيرة جدا وبترطب عليها تعطيل بعد المميزات في النظام من ابرز الاسباب دي طبعا انقطاع الطيار الكهرابي المتكرر او انك كمستخدم بتجرب برامج جديدة بتأدي المشاكل في النظام وقبل ما نكمل الفيديو سوا ياريت تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو وطبعا تشترك في القناة وتفعل زر جرس التنبيهات للكل ويلا بينا نروح على الكمبيوتر هو احنا في الفيديو ده هنتعلم اربع طرق نصلح بيها ملفات السيستم وفيهم اول تلات طرق يعني هننفذهم من خلال الكممند برومت لو فتحنا قائمة ستارت وكتبنا سيم دي اهم حاجة طبعا ان كل الاوامر ننفذها كأدمنستريتور يعني نجيب الكممند برومت وبعد كده ندوس على run as administrator لو طلع علينا ال uac دي زي كده نضغط على yes اول امر هنستخدمه هو dism وطبعا الامر ده يعني هو عباره عن اداب تقدر اللي هي تصلح ملفات النظام اللي فيها مشاكل بشكل فوري ودي اللي احنا هنجربها في البداية طبعا الامر ده اللي احنا هنكتبه dism slash online slash clean up image slash restore health طبعا اي كماند ده انا هتكلم عنه موجود في ال description هندوس على enter علشان ننفذ الامر مبدايا هو تنفيذ الامر بياخد يعني شوية وقت كده وقت يعني بسيط بيشيك على ملفات بتاعت النظام زي ما انتو شايفين كده في مؤشر بيعد هنستنى المؤشر ده لحد ما يوصل 100% وطبعا يعني من المفترض ان الكوماند ده بيعمل restore health او بيرجع ملفات السيستم اللي فيها مشاكل لحالتها الطبعية لكن يعني في حالة فشل الكوماند ده او التول بتاعت dism اللي احنا استخدمناها دي في النهاية تحل المشكلة فكده هنضطر ان احنا يعني ندخل على المرحلة التانية او الاداء التالية بتاعت تصليح الملفات بتاعت النظام بعد ما عملية restore operation دي completed successfully زي ما انتو شايفين وصلت 100% بتجرب بتشوف المشكلة اللي موجودة معاك في النظام لسه موجودة ولا لا لو كانت ما زالت لسه موجودة زي ما قلنا نتنقل بقى للتول اللي هي رقم اثنين التول رقم اثنين اللي هي SFC او System File Shaker دي يعني اداة برضو بتدور على ملفات النظام التالفة واللي فيها مشاكل وبتصلحها وطبعا بنستخدمها من خلال command prompt بصلاحيات administrator زي ما عرفنا في بداية الشرح هتكتب الامر SFC slash مسافة slash scan now وبعد كده بتدوس على enter طبعا برضو البروستس دايت بتاخد لها شوية وقت ممكن يعني تمتد لعشر دقايي ولا حاجة ولحد ما توصل 100% طبعا الاداة دي بعد ما بتوصل 100% بتظهر لك رسالة مفادها يعني ايه اللي حصل في عملية الفحص او البحث عن الاخطاء دي تمام بعد ما التول دي بتخلص عملية الفحص بتظهر لك رسالة من اربع رسائل يعني مفيش رسال اكتر من كده بتظهرها تمام اول رسالة دي بيبقى مكتوب فيها windows resource protection that not find any integrity violations اللي هو يعني معناه ان الاداة بتاعت ال SFC ملاقيتش اي ملفات تاليفة في النظام وان حالة النظام وحالة الويندوز يعني طبعية جدا مفاشية مشاكل اما الرسالة التانية اللي ممكن تطلع بيبقى مكتوب فيها windows resource protection could not perform the requested operation معنى كده ان الاداة نفسها بتواجه صعوبة في التشغيل وعلشان ده يعني في مشاكل في ملفات النظام بشكل قوي جدا ويتوجب عليك تشغيل الاداة اللي هي ال SFC ديت من خلال الوضع الامن في الويندوز اللي هو safe mode وده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو الجاي ان شاء الله اما الرسالة التالتة بيبقى مكتوبها windows resource protection found corrupted or corrupt files and successfully repaired them details are included in the cbs.log معنى كده ان الاداة يعني لقت بعض المشاكل في ملفات النظام وصلحتها بنجاح وتقدر تشوف الملف اللي هو cbs.log ده بيكون فيه يعني مصاري الملفات اللي كانت بايزة وايه التصليح اللي تم فيه بالفعل تمام؟ اما الرسالة الرابعة بيكون مكتوب فيها windows resource protection found corrupt files but was unable to fix some of them details are included in cbs.log معنى كده ان الاداة يعني ما قدرتش اللي تصلح الملفات التالفة في النظام تمام؟ وطبعا بتروح تشوف الملف اللي هو log اللي هو cbs.log ده عشان تحدد الملفات التالفة اللي فيها مشاكل في النظام وتحاول اللي انت تصلحها بطرق اخرى او اللي انت تحاول يعني تشوف خلول تانية اللي انت تصلح بها بملفات دي او تستبدلها بملفات تانية سليمة من خلال النت تمام؟ طيب التول او الاداة التالتة اللي احنا نتكلم عنها هي مسؤولة عن يعني تصليح مشكلات بدء التشغيل لو انت ما بتيجي تشغل الكمبيوتر الويندوز بيفتح ببطء شديد او لو بتطلع رسال خطأ مثلا يعني مجهولة فبتضطر اللي انت تعمل حاجة اسمها start up prepare ودي بتوصلها لما بيكون الويندوز يعني مفتوح كده وتيجي على قائمة start بتضغط عليها بتيجي تدوس على زر power وبعد كده كأنك جاي تعمل restart كده بس قبل ما تضغط على restart بتدوس من الكيبورد على زر shift وبعد كده بتدوس على restart وانت طبعا دايس على زر shift بطرعة مستمرة بعد كده بتيجي تفتح recovery ده او بتفتح معك الويندو بتاع recovery بتضغط على troubleshoot بعد كده advanced options بعد كده بتيجي للطول اللي هي start up prepare دي يعني مسؤولة ان هي تصلح الاخطاء او المشاكل اللي بتواجهك في التحميل بتاع الويندوز لأول مرة لما بتجي تضغط عليها بقى كده يعني بتشوف ايه اللي هي هتعمله او هتصلح الاخطاء اللي موجودة ازاي اما الاداء الرابعة احنا كنا تكلمنا عنها في فيديو سابق في القناة عن التول اللي اسمها system restore point في نظام ويندوز وهي يعني اداة اللي بتقدم حل نسخ احتياطي واسترجاع لنظام ويندوز في حالات الطوارئ او لما بتحصل مشكلة في النظام تقدر من خلالها اللي انت هتعمل restore point او نقطة استرجاع للنظام لو حصل اي مشكلة في اي وقت في النظام بتقوم راجع للنقطة ديت ويرجعلك حالة النظام على نفس الحالة اللي كان عليها في الوقت او في التاريخ اللي انت اخدت فيه نقطة restore point دي او نقطة الاسترجاع بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو لو حابب تشوف شروحات اكتر للنظام ويندوز شوف قائمة التشغيل ويندوز على القناة او القسم اللي بيحمل نفس الاسم على المدونة شكرا جزيلا لكم واشوفكم في فيديو جديد بتنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة سلام